الزلف اللون هذه العبارة لو قيلت في المدن الليبية كان يمكن أن تزج بقائلها في السجن زمن الجماهيرية العظمى الزلف اللون وتعني السلام عليكم بالأمازغية تعود إلى الظهور في المجتمع الليبي مع عودة ملامح الثقافة الأمازغية في أجواء الثورة فأمازيغ ليبيا باتوا أكثر حرية اليوم في التعبير عن هويتهم بأشكال متعددة على الرغم من التساؤلات التي نزالت تثار حول قضية الأقليات وأثرها على المجتمع الليبي في هذه المرحلة ليبيا موحدة هكذا تقول هذه العبارة التي كتبت بلغة كان من المستحيل حتى التحدث بها على مدى عقود من حكم نظام العقيد الليبي معمر القذافي لكن اليوم تغيرت الظروف والأحوال فالأمازيغية لغة وثقافة عادت لتحيا من جديد مستفيدة من أجواء الثورة كما يؤكد أبناء قرية جادو بالجبل الغربي في ليبيا أو ما يطلقون عليه بلغتهم الأم جبل نفسه فهنا ولأول مرة حجزت الأمازيغية مكانا لها في الأثير وصدحت عاليا عبر إذاعة نفس الحرة نحب نهني الأخوة أمازيغ الذين لا يتحدثون العربية بالنسبة لصغار السن وكبار السن لا يتحدثون العربية بل الآن أصبحوا يستمعون إلى الراديو بكل ارتياح لهذا الراديو وهم فرحون جدا إنجاز أقرب إلى الحرية كما يقولون بعد فترة منع فيها أمازيغ ليبيا من إظهار ثقافتهم إلى العلن هنا في القرية ذاتها مشهد لم يكن مألوفا قبل أشهر فقط أطفال يتعلمون الأمازيغية بلا خوف من سجن أو اعتقال في محاولة للحفاظ على الثقافة حجبت عنهم طويلا حتى الكلمات المنقردة من قلة استعمال متاعها نحاول نوصلها للصغار نحاول أنهم يقروا التفيناغ يعني نوصلوا التفيناغ لأنها هويتهم تفيناغ والهوية كانت حال يعني كانوا حيصيروا من غير هوية وعلى عكس ما يوحي به نظام القذافي من أن الأمازيغية تمثل شكلا من أشكال الإمبريالية والتقسيم في دولة عربية ثم تموقف آخر يجد فيها تنوعا وثراء ثقافيا بالتأكير وخلافا لعهد القذافي نعتبر التنوع شكلا من أشكال القوة والثراء الثقافي في ليبيا أعتقد أن الأمازيغ يستطيعون الآن أن يتمتعوا بتراثهم وبثقافتهم وأن يعبروا عن أنفسهم دون خوف وأن يؤدوا دورا حيويا في الحياة الثقافية في ليبيا وعلى مدى عقود منع أمازيغ ليبيا من التعبير أو الإفصاح عن ثقافتهم التي يعتبرها نظام القذافي شكلا من أشكال الاستعمار وربما هذا ما يفسر تعطش هؤلاء اليوم للتعبير عن هويتهم وإطلاق العنان للغة ما زال يتحدثها سكان الصحراء الكبرى والمناطق الجبالية في الجزائر والمغرب وتونس على الرغم مما تثيره من تساؤلات ومخاوف أرض البعض حول أزمة الهوية وهواجز التقسيم